بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبابي أولادي طلاب ثلاثة سنوية وفقنا بفضل الله في إتمام وإنهاء امتحان التجربة رقم ثلاثة وكنا نزلنا لأولادنا ثلاث اختبارات رقم واحد اتنين ثلاثة طبعا كالعادة لما بنكشف الإجابات طلب اكتلا جدا من كل أسئلة فإن شاء الله نوفق في هذه المرة نصور لك فيديوهات حل هذه الامتحانات بإذن الله عز وجل فلي يا رجاء بقى انت كنت عارف امتحانك أو تخش عن موقع تشوف أسئلتك لو لك استفسار بقدر الله ربنا وفعل نحله إن شاء الله هماشي بدنا بسرعة بإذن الله سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ده الاختبار التجريبي رقم ثلاثة النموذج الأول ماشي اللون بتاعه كان أخضر يعني أخضر في سبب العلي وكده يا رجال أولا النح قال الشاعر ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا طاقة مش قادرة تحمله وعند الله المخرج ده مبتدى مؤخر عند الله منها المخرج المخرج عند الله فده يا رجال مبتدى مؤخر طيب هل تنفع فاعل أنا ما عنديش فعل يا فندم طيب هل تنفع مضاف إلي أنا ما عنديش ناكره ومعرف أو أي حاجة تقول مضاف إلي وليست مفعول به يا رجال أقول عند الله المخرج لا مذاكرين راسب أنا ليعتاب رقيق عند أولاد وأحباب يا دكترة مش احنا قلنا اسم للنفير الجنس إذا كان مفردا يعني كلمة واحدة ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف يبنى على ما ينصب يا دكترة ده مش مضاف مش كلمتين ولا شبيه يبقى معرف ده مبني يا دكترة ده منصوب بالياء يبقى الصحة عند يا دكترة اسم لا مبني على الياء في محل نصب علشان ده كلمة ده كترة زي لا سائق وافل لا سائقين وافلون ده بتعمل عمل إن وده كلمة واحدة يعني مفرد يبقى اسم لا يبنى على ما ينصب فالإجابة اسم لا أنا في الجنس مبني هكذا علياء في محل نصب إجابة سريمة مبنى على الفتح إجابة خطأ يا أحباب أنا معنش فتحة اسم لا منصوب لا يا أحباب اللي جاب ده أن أزعل منه شان ده مبني مش معرب اسم لا منصوب بالفتحة المقدرة إجابة خطأ زادني القرآن سرورا ازداد القلب سرياء أحباب مش أن الفعل زاد ممكن يتعدى المفعولين لو قلت زادني المعلم علما ده كترة ما هو زادني زاد فعل ما القرآن فاعل مؤخر مرفوض الضم الياء مفعول به مقدم يا ده كترة والنول للوقاية زادني القرآن سرورا ده مفعول به ثاني حبيب زي زادني المعلم علما كده مش تمييز لكن ازداد القلب سرد ده لازم يا ده كترة لو أنت فاكر الحصة أن هذا تمييز محول عن فاعل أصل الكلام يا ده كترة ازداد هكذا هكذا سروره لو أنت فاكر كما قلنا هذه المحاضرة القلبي لما قلت لك هنعمل مأس أي فاعل أو مفعول به هكذا بعدين مضاف لي إن عكست بيعمل تمييز التمييز بيبين شيء مبهم زي ازداد القلب واضح لعلما أدبا سروره فليتمييز لكن ده مفعول به ثاني يا رجال فأصبحت الإجابة عندنا لقندال هي الصود أولا ليست مفعول لأجله غلط يا رجال ولا تمييز هذا متعدي أقول زادني المعلم علما زادني الوالد أدبا غير ازداد الطالب علما تمييز ازداد الطالب أدبا أربعة كلا الرجلين يصنعوا المعروف الرجلين كلا هما يصنعوا يا أحباب قلنا إن دي كلا الخالية من هما يا دا كترة خلي بالك دي بتعرى بإعراء بالإسم المقصور حسن ما قع في الجملة يا دا كترة تيجي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة تيجي فاء المرفوع بالضمة المقدرة أقول لحنا نسينا لكن دا التوكيد المعنوي تنمشي واحدة واحدة كلا خالص شكرا علامة إعراء ما تحتخط هذا مبتدأ مرفوع يا دا كترة عندنا بالضمة هكذا قدام سعدتك دي ضمة مقدرة حبيبي تبقى الرجلان كلا هما يصنعوا دا توكيد معنوي ليه دا كترة قلنا التلات شروط موجود أولا فيها الضمير ينفع أقول لك الرجلان يصنع اللي فيها دا كترة قلنا زي الفن فرجعني خليبني يا حبيبي هذا عندنا لا دي ضمة مقدرة ولكن دي بالألف فأصبح الإجابة عندنا رقم ألف هي الصواب الألف طبعا دي خطأ ما ينفعش خالص دي مش مرفوع بالأجدب اتضمة المقدرة يا دا كترة الألف دي خطأ يا حبيبي اتضمة المقدرة صح بس اتضمة المقدرة هنا غلط ولادة عارفين ان الاختيار لما يكون من جزئين لوحد غلب بشير كله بعده إن أمامنا طموحات وآمال يا دا كترة مش قلنا الحبيبي متى يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا إذا كان المبتدأ ناكل الخبر شبه جملة إن أمامنا طموحات تبدأ كرام يا دا كترة إن بتنصب يا أحباب يبقى صح إن أمامنا طموحات وآمالا خلي بالك أنا عايز طالب متفاول أول اللي جابه رقم بقى بس أنا عايز منك حاجة مهمة جدا قد إن حرف ناسخ أمامنا شبه جملة في محل رفع خبر مقدم طموحات اسم إن منصوب بالكسرة طلب الشترة أفلت نحن هذه علامة فرعية دا منصوب بالكسرة اللي هو حرف عطف دا معطوف منصوب بس منصوب بالفتحة ردت الألي أستاذ الصح إن أمامنا طموحات وآمالك يا دكتور اشترك في النصب اشترك في النصب ولكل واحد علامة يا دكتورة هو دا الوقت عندي جمع وأن السنو منصوب بالكسرة جمع تاكسير دا منصوب بالفتحة يبقى اشترك في النصب ولكل واحد علامة يبقى الصح يا دا كترة إن أمامنا طموحات وآمالا ما ينفعش يا دا كترة هكذا لإن طموحات وآمال أمامنا انت طبعا كده سيدتك ما صاربش جملة وانت طبعا عند عايز يقدم هذا طيب هنا كمل إن أمامنا طموحات وآمال لا الإجام الصحي طبعا إن طموحات وآمالا أمامنا هنا لو طالد متفوق وشاطر خطأ لسبب إحنا هنا المبتلأ نكرة والخبر شبه قمنا فالتقديم يكون واجب يعني الإختار دي للغلطة عنده يبقى نسمى موضوع التأديم والتأخير دا كترة هم مش دا نكرة سين متى يتقدم الخبر وجوبا إذا كان المبتلأ نكرة والخبر شبه قمنا فالتقديم هنا واجب فكي ستغلط إنت مقدمتش الصح المبتلأ نكرة والخبر شبه قمنا يتقدم وجوبا عشان كده ألف من الصح يا رجل لأنك إنت مقدمتش هنا التقديم واجب وسياتك مقدمتش إن أمامنا طموحات وآمال غلط يا دا كترة ليه فن هي دي صح بس لوحة رفعت كده نجريت دا كترة الصح دا منصوب يبقى المعطوف منصوب زيه بس الفكرة دا منصوب بالكسر لكن دا منصوب بالفتح يبقى اشترك في النصب ولكل واحد العلامة ما سامحت المقصرة إلا عن موعدة منه بالجد أي إلا عن وعد فهذا يا أخوان مصدر ميمي كلمة موعدة كما قلنا مؤنى سعد أي وعد زي بيني وبينك محبة أي حب بيني وبينك مودة أي ود التدخيل مضرة أي ضرة هكذا طيب وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شارعا أصبح الدهر منشدا عند وضع الفعل شارع مكان أصبح أصبح الدهر منشد هي الإجابة الصحية شارع الدهر النشد ليه رجالك كده غلط يا حبيبي فين الطلب الشطرة ربنا يحفظ يا ده كترة مش قلنا شارعا دي بتاع ما العمل كان أي ويبقى لازم شارطين لازم الخبر جملة فعلية فعلها مضارح أفعال الشرع تيجي ماضي السؤال الأخطر يا ده كترة ما حكم اختران أفعال الشرع بأن ممتنع يا ده كترة ممتنع ما ينفعش كده اللي اخترد من أولادي وبناتي أنا أعتمو قلوا وإنت نسيت عبت خلي أن هكذا في الخبر بتاع الشرع هذه ممتنعة الاختران بأن طيب شارع الظهر منشد الجملة كلها خطأ الخبر مش جملة فعلية فعلها مضارح شارع الظهر منشد غلط اللي اختر دي أنا زعلان جدا منه ما قال يا أستاذ مهي رفعت ونصبت يا بش مهندس لازم الخبر يكون جملة فعلية فعلها مضارح أفعال الشروع تمتنع الاقتران بأن فالإجابة دالية الإجابة الصباح بعد وأحب أقطار البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم المطلبي بصي فندم وأحب أقطار البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم المطلبي أحسن البلاد أرض تنال فيها مطالبك تعال بالراحة عشان دي فيها مشكلة جملة نعت أحب ده متدق أقطار مضاف إلي اشمعنا ما كلمة البلاد معرف عرف دي يعني ده ناكل زي معرف فده مضاف إلي أول مضاف إلي أول وده مضاف إلي ثاني إيه ده بيتعدد طبعا عده بيتعدد إيه اللي فيها يعني أحب متدق أقطار مضاف إلي البلاد مضاف إلي إيه ما أحب أقطار البلاد أرض دي خبر يا باش ما أحب أقطار البلاد أرض دي خبر ينال بها كريم المطلبي جملة فعلية هكذا في محل رفع نعت نحسن خطنا دي جملة ودي جملة فعلية دي فيه محل رفع نعت اشمعنا فيه محل رفع ما كلمة أرض خبر مرفوعة ما أحب الأقطار للفتا أرض ينال بها كريم المطلبي السؤال بها هنا أخبرنا ميز المحل الإعرابي للجملة التي تحتها خط في البيت السادق في محل جر لا دي خبر لما أحب دي مبتدأ أقطار مضاف إلي البلادي مضاف إلي إلى الفتا جر أرض ضند الخبر يباش يبقى اللي جاب عندي أخبان هكذا في محل رفع نعت يا أحباب الأخلاق الفاضلة ثروة الشو المتحضر أبناؤها أيوا استنى استنى المتحضر اسم فائل عامل بيعمل عمل فهم خلاص خليها يتحضر كالعادة احنا عارفين من حول لمضارع يتحضر ماذا تعالى بقى أبناؤها قل انت بقى طالب متفوق أم قدام ساعتك أبنائها أو أبنائها على الفتح أكذا يا أحبابي أم قدامك يا دكتورة بهذه الصورة أبنائها الإجابة الصوب مع الطالب المتفوق أبناؤها يتحضر أبناؤها مين لي بتحضر يا حبي أبناؤها فاعل مرفوع بتضم وانا معرف سيادتك ولو بتتبع لي غن معرف يا أستاذ الهمزة المتوسطة لو جات مرفوع ترسم على الواو يبقى صح المتحضر أبناؤها لكن مش أبناؤها يا دكتورة ده اسم فاعل عامل يا شباب بيعمل عمل ألف يتحضر أبناؤها يبقى فاعل يبقى ترسم الهمزة على الواو حولت التنمية الزراعية الصحراء إلى أرض خضراء كلام زي الفول حولت التنمية الزراعية الصحراء كده ما فول عشان لما فن لازم أعري بي دكتورة ده اسم ممدود لازم أبص الأصل الهمزة يا دكتورة كلمة الصحراء الماضي صحر شكرا يبقى الهمزة زيدة للتأنيس تبقى وعلى طول خضراء الماضي خضر شكرا الهمزة بالتأنيس لا هي من أصل الكلمة زي إنشاء ولا هي مقالبة دكتورة زي كلمة بنا يبني أو دعا يدعو لا هي دكتورة نشاطرين ده زيدة للتأنيس مش من أصل كلمة تقلب إلىه بس أهم شيء الإعراض نعرف حولت التنمية فاعل مرفو بالضم الزراعية نعت مرفو بالضم حولت التنمية الصحراء الله ده منصوبة جامل جدا جدا يبقى أنا هسنى على النص إلى أرض خضراء هسنى على الجر المسنى بينصب يجرب بليا يبقى حولت ماذا حولت خلي بالك الصحراء ويني إلى أرض أو إلى أرضين هجيبها كده خضراء تبقى خضراء ويني هكده ليه فنم عشان ده منصوب الهمزة زيدة للتنس قلوبة إلى ثم المسنى هنا يا دكتور منصوب يبقى ينطر بليا ويني يبقى أقول صحراء ويني 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 من صحراء أيني خضراء ويني هكد الإجابة الصعيبة جيم هو ليه كلمة ألف خطأ سعيد فطبعا ده جمع الصحراء ويني خطأ تبليه خطأ عندي يا فنم عندي دي وارضي عندنا كما كنا اسم مجر يبقى الصح كانت مجر فليصح بس دي غلط نمر دي الغلط أعانى الرجال الصالحون أخاك عايز يبقى جملة لنجول اشتق كلمة الرجال الصالحون أعانى تبقى الكلمة عندي أعين أعين من يا أستاذي أعين أخو طبعا أسماء خمسة أعانى الصالحون أخاك الجملة ما تبنتش يعان أخو لا لم تحولتها من ماضي إلى مضارح وانا حذرت من ده كتير جدا جدا لو ماضي حافظ علي مضارح حافظ علي أعين الصالحون صفر أن يا فندم أصلا دنعت لكلمة الرجال المفعول به أخاك دنعت لكلمة الرجال مش تابعة الدنيا خالص اللي أعين أخوك بقى الصح مؤخر فالإجابة جيمية الإجابة الصاب ده مثال كل أخوان نعرف أقبل الطالب أملا ياد أملا مفعول لأجلي أما آملا حال فالإجابة عندنا هكذا ده مفعول لأجلي أين والحال ده الإجابة الصح نمر ده كل المنافقين مذمومون يذم المنافقون كل دم ده مبترم أرفعه بالضم الظاهرة وهذا نائب عن المعفوض المطلق لو انت فاكر مضاف للمصدر كفتى المذم من فاكر أدي يذم يبقى ده نائب مضاف للمصدر وهذا مبترم فالإجابة ألف إجابة صواء بكل ده مبترم مرفوع بالضم نائب عن المعفوض المطلق منصوب الفتا يقول لي توكيد معنا طبعا ده غلط رجالها التوكيد مينفعش خلص مبتلع صح بس ده غلط مش فاعل يخوان ده نائب عن المعفوض المطلق نائب لا استحال طبعا ده يكون نائب بهذه الصورة لا يدافع عن مصر إلا أبناء والمخلصون طبعا يخوان لما نحط غير مكان إلا ما كنا عارفين بتاخد إعراب اللي طب أبناء هتبقى مضاف إلي هتبقى مجروة تبقى الهمزة عن نبرة يخوان ليه احنا قلن يا ده كترة في اسم الهمزة لو كانت الهمزة المتوسطة جاية في حالة الكسر الجر تبقى عن نبرة يبقى غير أبنائي المخلصين وعط المخلصون عشان دي مضاف إلي يا ده كترة أبنائي مضاف أبنائيها المخلصون الغلطة بشع بص يا أولادي بص اللي اختار دي زعل لي دي مضاف إلي يبقى الصحة تنجر ما هي الصفة بتتبع الموصوف يبقى زي ده مضاف إلي المجروة ده أنا اعتمار فوق لا غلق كده لا يدافع عن مصر غير لا آسف يا فنم غير عشان غير فاعل بتسرع لا يدافع عن مصر فعل مرفوض بالضمة أبنائيها مضاف للمخلصين نعت بهذه الصورة طيب حققت 38 طالبة احنا اتفقنا اتفاق يا اخوان طالبة هتبقى يدك هتبقى الحصة هتبقى طالبة هكذا شباب نعم الثلاثين في النغنى حققت التأنيس يميل لها الثمانية هتبقى ثمانين هكذا رد بنت متفوق يا دكتور احنا عدنا حصتين نكتب الرقم ثمانية قلتلك يا اختي بعد اذنك الاسم المنقوص متى تبقى الياب اذا كان معرب بالالف واللم او بالاضافة ثماني او الثماني ثماني طالبات اعتحفظك اللعبة بتاع الثماني النن النن تجي في المعطوف ويكون التمييز عندنا يا اخوان مؤنس وعند الرفق والجر مش قلنا الاسم المنقوص متى تحذف الياب وانعوض عنه بتنوين اذا جاء نكرة مرفوعة او مجرورة حضر قاضي سلمت على قاضي هنا يا فنم حقق الثماني وثلاثون فعل مرفوع بالضم المقدر عشان ده منقوص يا ده كترة عشان ده مهن لا في الف ولا ولا في اضاف الوح رفع حقق الثماني فعل مرفوع بالضم المقدر عشان منقوص يا ده كترة لكن لو قلت يا ده كترة ثماني طالبات سيادتك عارف ده تمييز جر بالاضافة يعني 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 مضاف الى تق الياب فالصح حقق الثمان وثلاثون ثمان وخمسون فعل مرفوع بالضم المقدر الوح حرف عط ثلاثون معطو مرفوع واتقال يا مستر ده في كسرتين يا دكتور ده متانون عوض عن حرف ويا باش مهندس ده مش جر الدفاع المرفوع بالضم المقدر الوح حرف عط فيها دكتور ثلاثون معطو مرفوع بالوح اشترك فالرعف ولكل واحد علام طالبة تمييز منصوب بالفتح فالاجابة حقق الثمان وثلاثون اسف حقق الثمان وثلاثون الاجابة عندنا اجابة سريمة كان دكتور عندنا هذا هو فرع النحو حبيبي مع المصوص المتحررة معنا شباب نص شعر متحرر على ادب ابولو ومعنا ادب القصة القصيرة قال ابو القاسم الشاب واصف حالته عند رؤية المحبوبة لما يشوف حبيبته ايبا اللي بيحصل يقول اراك فتحل لدي الحياة ويملأ ونفسي صباح الامل لما انا بشوفك الحياة تبقى حلوة ولما شوفك الامل بيملأ قلبي وتنمو بصدري ورود عذاب لما انا بشوفك الورد الجميل ينمو في صدري وتحنو على قلب المشتعل وانت بتبدأ تحنو على قلب الورود والطبيعة قلب المنشغل بيكي وتنمو بصدري ورود عذاب وتحنو على قلب المشتعل هذه الورود تحنو وتعطف وترق لقلبي المنشغل بك انت ويفتنني فيك فيض الحياة انا معجب بيك يفتنني يشغلني بك ويسحرني بك فيض الحياة بحس انت يا حبيبتي هي انت التي تهبي تعطينني الحياة وذاك الشباب الوديع الثامن انت لتديني الشباب هكذا ذلك الشباب الوديع هكذا اللطيف الثمل السكران فاعبد فيك جمال السماء ويرى في محبوبة جمال السماء ورقة ورد الربيع الخضل الوكما قلنا المبلول بالندى خضل يعني اغضر طري مبلل بالندى اذا يرى في محبوبة جمال السماء يعبد فيها جمال السماء حيث الوجه الفتان الجميل ورقة ماذا اراك فاخلق خلقا جديدا بمجرد ما يشف بيحس انسان تاني بني ادم جديد كأني لم ابل حرب الوجود كأن لم اختبر الدنيا بما فيها من الام يعني مجرد ما شف حيبته يحس ان انسان جديد طاهر نقي لم يختبر الدنيا بما فيها مما تعب وادم مجرد ما شف كأن ما قد ولد من جديد كويس اوي ولم احتمل فيه عبئا ثقيلا من الذكريات التي لا تبيد ولم احتمل تلك الذكريات المتعبة مجرد ما شوف ك احس كأن ني مخلوق جديد ويغمر روحي ضياء رقيق لما شوف ك في نور كده جميل بيغمر روحي تكلله لا طبعا عيد الضياء تغطيه رائعات الورود اعجب بالطبيعة كويس جدا يعني ممتزق بالطبيعة يعني لك هذا الضياء الرقيق تغطي جمال الورود وتسمعني هاته الكائنات رقيق الاغاني وحلو النشيد ولما شوفك احس ان الطبيعة فرحانة اسمع منها اجمل الاغاني الشعر بالفعل معجب بهذه المحبوبة هذه تجربة ذاتية اولا ما المقصود بقلب المشتعل في البيت الثاني اقرأ وتنمو بصدر ورود عذاب وتحن على قلب المشتعل طب يا ترى هو عايز المقصود مش المراد هل المشتعل الحزين هل المشتعل المجهول بحبك السعيب بالحياة المكنون طبعا القلب المشتعل اراد به ذلك القلب المشتعل بالحب اي المشهول بحبك انت هكذا ليس القلب الحزين قولي يا فندم هو ما ذكرش القلب انه حزين قلدان قلبي سعيد جدا جدا لما يشوفك بحس ان انت انسان جديد فكلمة المشتعل اي المشغول بحبك هكذا ما الذي يجعل الشاعر يقبل على حب الحياة كما تفهم من الابيات اكيد من اخواننا محبوبته رؤية المحبوبة هي التي جعلته يولد من جديد ويرى الجمال في كل مكان ويسعد من جديد تسعة عشر على ما يعود الضمير الغائب في كلمة تكلله في البيت السابع في سانية سابعة قال ويغم الروح ضياء رقيق تكلله تغطيه من بقى رائعات الورود فالهاء مش عيدة عن رائعات عيدة على الضياء يا دا كترة يبا ايه اللي بيغطي عندنا الضياء رائعات الورود فالهاء بهذه الصورة يقبلنا تعود على ماذا الضياء وكان موضوع الضمير دا كان جلنا في امتحان سنة عشرين كان طلب يعني اول سنة كان فيها النظام الجديد طلب اننا على ما يعود الضمير فالي جاء عندنا انما تعود على الضياء السؤال يقول بما يوحي قول الشاعري ويملأ نفسي صباح الامل في البيت الاول هل التعبير عن شعوره بالامل صباح كل يوم بيحس بالامل بيقولك ويملأ نفسي صباح الامل هل التعبير عن شعوره بالامل كل صباح بيحس بالامل بيام ما يحس به الشعر وما ياسع عليه ام التعبير عن مدى فرحة الشعر بلقاء المحبوب طبعا بين جدا جدا طبعا فهمت الابيات قالك يملأ نفس صباح الامل السؤال دا سعدت الشعر بلقاء المحبوب هو لا بيتكلم عن آمل ولا بيتكلم عن طبيع بيتكلم عن فرحة بلقاء المحبوب اذا السؤال متى يملأ نفسه صباح الامل الاجابة حين يلقى محبوبته 21 دلل من الابيات على ان الشعر بيعشق في محبوبته حسن الحسن من عايز معنا الجمال لازم اقرأ كويس جدا السؤال والوداعة ونظارة الطابع نظرة طرية خضرة يعني غضة فاعبد فيك جمال السماء ورقة ورد الربيع الخضل دي اول حاجة عندك الحسن ادي جمال السماء الوداعة والنظارة هكذا رقة الورد الخضل المبتل كما قلنا بالندى اما اراك فاخلق خلقا جديدا كأني لم قبل حرب الوجود ليس فيه معنى الحسن والوداعة ونظارة الطبيعة هنا السماء من الطبيعة هنا الربيع من الطبيعة الورد من الطبيعة وتنمو بصدر ورود عذاب وتحن على قلب المشتعد لا تحمل هنا معنى الحسن والوداعة وجمال الطبيعة اراك فتحل لدي الحياة ويملأ نفسي صباح الامل لا البيت اللي بيأكد معنى الحسن والجمال والوداعة ونظارة الطبيعة وان الطبيعة غض طريق قوله هكذا جمال السماء رقة ورد الربيع الخضلي استنتج العاطفة المسيطرة على الشارع ركز هل حب الطبيعة والولوع بها كلا حنينه واشتياقه الى الذكريات الجميلة كلا شغفه بالمحبوبة التي جعلته يفرح بالحياة ويحس بالجمال خلي بالك الى اسئلة خادعة بعده ما مدى تحقق الوهد العضوية تحققت فبستخدم سياسة استبعد شيل كلمة لم تتحقق لم تتحقق جميل جدا جدا بصي بأ تحققت فكل الابيات تحدثت عن حب الطبيعة والتعلق بها والحنين لموطن الذكرات ام تحققت فكل الابيات تحدثت عن تأثير رؤية المحبوبة الاجابة جيم صواب كل كلام عن من حاببته والاثر اللي عاد عليه لما رأاه 24 عاوزين صورة ممتدة زي موني اخوانا استعرطين مكنيتين لمشبه واحد اراك فتحلو لدي الحياة طبعا تحلو الحياة هذه استعرارة مكنية صور الحياة بشيء ماد يحلو وذاك الشباب الوديع الثامل هنا استعرطين بشب فترة الشباب مدة الشباب مر بإنسان وديع هادئ رزين ومر بإنسان ثامل إنسان سكران فصور فترة الشباب مرة بإنسان وديع هادئ ومر بإنسان ثامل يملأ نفسي صباح الأمل يملأ النفس يفادي مش استعرارة واحدة بيصور النفس بوعاء يملأ ولم احتمل العب الحياة طبعا يخبرنا كناية عن عدم التحمل الجزع فالإجابة الصواب وذاك الشباب الوديع الثامل صور فترة الشباب مرة بإنسان وديع والمرة تنه بإنسان سكران يا أحباب من السمات الفنية التي تتحققت في الأبيات هكذا من السمات أقول له من حيث الشكل أعفو يا ولد يا دا كترة إحنا قلنا كتاب الوزارة ما السم الشكل فاكل الشكل فاكل كده لابنا تحرير القصيدة من وحدات القافية ثم استخدام المقاطع الشعرية كذلك الشعر المرسل كذلك عندنا لو حد فاكم لأبدأنا الوحدة العضوية الموسيقى الهادية للصاخبة هنا هل الحنين لا يا أحباب دا الحنين دا اسمه التجديد من السمات الفنية في المضمون استبطان النفس الإنسانية من سمات المهاجر خطأ الاستسلام للأحزام مشنا إنما تحرات القصية من وحدة القافية القافية مش وحدة تبو ما تدليل تعال برحتك يا بشوانز بصا هي القافية وحدة بل حر القاصية من وحدة القافية بعده قال أحمد زكي أبو شاري صور الطفولة والشباب كأنها صور الخيالة من خلال الظلم عارف الخيالة السينما لما تبدأ السينما تستعكد اسم الخيالة أو الخيالة هكذا السينما لما تبدأ أنت بتستعيد الذكريات الصور الطفولة والشباب زي شرط السينما صور بألوان الحنين تجسدت وخلت من الإغراب والإبهام هو لما يتكلم عن الطفولة والشباب والحنين يبقى السمة الأساسية يخبرنا الحنين إلى موطن الذكريات على طول الحنين للماضي والذكريات الناس اللي مزاك عارفة دي من السمات الفنية لأبول فكلما قلنا ذاتية التجربة والحنين إلى موطن الذكريات فكلما قلنا حب الطبيعة لاستسلام للأحزان ثم كما قلنا تعدد الموضع استعمال واستعمال جديد نزاكر يا أخوان الدرجة تفرق يا حبيبي قال خليل مطران في رفاء أحد الوظام لازم أستنكر على مطران ليه أنا على مطران أنت بتقول في الرفاء تموه أنت يا خليل يا مطران أنكرت هذا على شوق ولهذا قل أي رجال أو أي رجال فقدنا فقدنا أي رجال يعني يا بني وطني بفقدنا الأريحي الصادق الفهمة الكاسب الرزق مجغولا بقسمتي كأنها لذوي الحاجات قد قسم المهم من الآخر وقع مطران في هذين البيتين بما عابوا شاعر المناسبات لأن المده هو الرثاء مناسبات فكان ده الصحي يا خبان هو طبعا عايب ده على شوق لو انت فاك لما قلنا الاتجاه الوجداني أخذ عدة مآخر زي الدوان بالظبط على مدرسة اللي هي والبعث من بينا الانشغال بالشاعر المناسبات قال حافظ إبراهيم واصفا حزنا نحن عايزين طالب شاطر سعيت إلى أن كدت أنتعل الدم يعني خلاص بقى هنفجر أنتعل الدم ألبس الدم من فريق قصده تعبان جدا يعني أنتعل الدم صور الدم كنه خف حزاء بيلبسه وعدت وما أعقبت إلا التندمة هو بيكلم عن نفسه هنا بقى استنتج من البيت سمة من سمة الإحاء الطالب الممتاز يعلم الطالب الرأي لاني بحقيه لو انت أخب بالك من سمات التجديد لدى تلامس البرودي فاكر أنت يقولنا أفسح المجال للمزيد من التجارب ميم الزاتية فلما يتكلم عن حزنه وعن ألمه وانتعبه وهذه الآلام الدامية وأنه جانت تندد ده بيكلم عن نفسه يبقى إفساح المجال للمزيد من التجارب الزاتية إجابة جيم قال العقاد أرى لك أنت فلسفة صراحة بلمح العين أقرأها جميعا غنيت عن الأدلة والأحاج ومن حاجك لم يكن مستطع ده بيكلم عن الفلسفة نصف افهم يا مؤمن الفلسفة وبتكلم عن الأدلة البراهين والأحاج ومن حاجك نقشك على طول متى ترددش هكذا السمة الأساسية في البيت استنتج من البيتين السمة التي امتاز بها شعراء الدوان وضوح الجانبي الفكري أحبابي ليه؟ رجل بيكلم عن الفلسفة يبدأ على طول يخبرنا جانب فكري رجل بيكلم عن الأدلة البراهين الأحاج المحاجة النقاش يبعض الوضوح الجانبي الفكري كده يخبرنا أجبنا على الأسئلة اللي ترددت من أولادنا وبنتنا يارب يفرحكم جميعا في نص هكذا أبو القاسم الشبي بعده وصلنا إلى هذا النص النثري على أدب القصة القصيرة هذا النص اللي معنا هي من قصة الجميزة الجميزة نوع من الشجر كمنتشر جدا جدا في الريف الآن يكاد يكون تلاشى بيبقى تخينة جدا الجزع بتاع الساق تخين جدا فروعة تخينة وبتاعها قوي وبطلع ثمار جميلة جدا حلوة الطعام تكل كده سهل تغضم تشبع أشبع ما يكون بالتين تاكل منك كتير جدا جدا وما تندرش فكات الجميزة دي طعام كتير جدا جدا من أهل الريف والطير والعصافير الراجل اللي معنا الأستاذ عمار علي حسن قضى طفولته تحت هذه الجميزة وكانت الجميزة دي يعني ممتدة شجرة معمرة شفها نفسه طفولته أبوه وجده فلما تقطعت زيال جدا جدا يقول حين أبلغني باكيا بأنهم قطعوا هذه الجميزة الشجرة دي وبنوا مكانها بيتا عاليا من حجر وأسمن شالوها وبنوا مكانها بيت استيقظت أحزاني شف الاستعرام ووجدت نفسي أتضاءل في مقعد سيلت أوي أوي وحسيت أن أنا أتلاش يعني لما أطعوا الجميزة كأن الشاعر دي بيتلاش ماضي وتاريخ بيروح حتى عدت الطفل الذي كنت أقف تحت ظلال هالوارفة رجع بسرعة لما قالوا دي أطعوا الجميزة مثلا يا أستاذ عمار زيل جدا أوي وحسني بيرجع بيصر بيرجع إلى طفلته قال هكذا عدت الطفل الذي كنت أقف تحت ظلال هالوارفة تملأني الهيبة والامتنان لأصطاد وجوه أجدادي التي تتساقط من فوق فروعها إلى حجري بص المنظر الجميل قال أنا لما بص للجميزة دي ما شوف فيه وجوه أجدادي تتساقط في حجري كأن هذه الجميزة هي تاريخ وكتاب ممتد لأجدادي ثم أمد كفي في الفراغ لتتلقى ثمارها الطري أفتح فمي وأرميها وألوك يرمي كلاب تدخل الثمرة يأكلها متلززا وأذني تنسكب فيها زقسقة العصافير الجزدان المبسوطة التي تلمس هامتي ثم تطير العصفر يبطي ويطير إلى أعشاشيا هناك في الهامات البعيدة فوق الجميزة سألته بصوت غارق في الأسى ألم يبق منها شيء مش خالص يعني فأجاب في توجه حفرة ردمها على عجل ثم رص فوقها بلاط يلم أطعوا الجدل خلاص بلطوا راحت الجميزة ورأيت الشمس وهي تلمع على لحائها العارض الأمنس الشمس بتنعكس على الجزع بتاه الأبيض الجميل ونرفع الزراعي كي أرى الثمار التي حمر لونها تطلب الآكل فتحط في ناظري عصفورة مهيدة الجناح ألا في عصفورة بتنزل على الغص الفرع يعني كانت تحاول أن تثبت مخالبها على فرع دقيق منزل عصفورة بتقف على الفرع الروفية كده حتى اعتدلت واستقرت وبدأت تضرب بالمنقار في الثمرة اللي حمرت لكنها سقطت منها فورة يعني عصفورة بتقف الفرع لسه تأكل بقى الثمرة نقرتها نقرتين ويعت على الأرض ويعت على رسمين الكاتب التقطتها من على الأرض وضعتها على كف ورفعتها نحو العصفور خلي عصفورة تعالي كل الثمرة هي النتيجة لكنها لم تأتي العصفورة ثابته استدارت واعطتني ذيلها وانهمكت في ثمرة أخرى كبرا وسافرت إلى المدينة الكبرى المتوحشة المتوحشة يصف بهذا الوصف له نقارن ما بين الريف وجمال الريف وهذه الجميزة وبين المدينة الصاخبة تعلمت وعملت وتزوجت وأنجبت وتسلل الشيب الرأسي لكن لم أنسى الجميزة أبدا بل كانت تكبر في نفسي تق تحمني كلما استعدت أيام الوطنة فصيحة كلما استعدت أيام القديمة في قريات التي تنكمش بين الزرع والنخيل بيوصف الريف النهار الريبي روح الريف المباني خلاص بدأت تخذ الريف ينكمش ويزول جمال الريف هكذا عالم النخيل وعالم الزرع فكل ما بفتكر الجميزة مسيطرة علي أغمض عيني أحيانا لا أرى نفسي هناك بين عيال صغار يعني بيغمض يسرح يشوف نفسه لما كان مع الأطفال لكن لا أزال أراهم على حالهم قال أغمض عيني أحيانا لأرى نفسي هناك بين عيال صغار كبر مثلي لكن لا أزال أراهم على حالهم القديمة بفتكر يمزمان عالبي تلعب جلابي بهم الكالحة التي وسخها كرح الحقول وطراب الشوارع بفتكر أيام الطفول لما كان يلبس الجلابية وتتسخ من الطراب والتعب والعمل ويأتيني صوت أبي بل يولد ولدنا فوجدناها وجدنا الجميزة دي وسأل أبا أنا فقالوا إن أجدادنا قد وجدوها ولعبوا تحتها يعني هذه الجميزة الجميزة هذه هي تاريخ ممتد للكاتب وأجداده وكنت حين أجلس تحتها أتطلع إلى فروعها السمينة فأرى كل وجوه الراحلين أجدادي وأجداد كل العيال الذين جاءوا ليلعبوا تحت ظلالها ليأكلوا من ثامرها اليانا فتجد بطنهم الخاوية شيئا تهضم يا سلام يعني هذه الجميزة كانت مصدر غزاء للقرية كان اللي يقع يأكل أكل من الطبيعة الجميل يسد الجوع يعني كبالساهم كما قلنا في سد من بطون الجوع لم يكن في البيوت التي يسكنها العواز كان في كل خير في الريف فكانت هذه الجميزة مصدر الخير فكر ثم أجب كان سبب حزن الكاتب عندما علم بقطع الجميزة لذلك هل أنه سيحرم من ثمارها كلا هو في المدينة خلاص أنه كان يريد الاستفادة منها أنه اعتاد أن يجلس أم أنها كانت تحمل ذكرية كثيرة الإجابة سريمة لما اتقطعت زي الأوي أوي لما اتقطعت خلاص جذوره كلها قطعت ما المقصود حتى عط الطفلة الذي كنت أقف يبقى رجع بالذكريات أيام زمان الإجابة في الفقرة المقصود بها تغيان ذكريات الطفولة عليه ما ينفعش عط الطفلة تقولي سيطرت الغضب لا أما تقرى القطعة لما بلغ من اتقطعت أو افتق إعاد بق رجع استذكر تذكر أيام الطفولة ما ينفعش الإحساس عندنا بالعجز ما ينفعش حزنه لأنه استعاد ذكرات حزينة كاد ينساه لا هو الذكرات اللي هنا يقبلنا هي الحانين للطفولة ومال في حزينة ده كان مستمتع جدا جدا بالجميزة وما فيها السؤال ما المغزى من قوله ويأتيني صوت أبي ولدنا فوجدناها وسألنا آباءنا فقالوا لنا إن أجدادنا قد وجدوها ولعبوا تحتها في الفقر ده بدل علي بالمنطق كان مريد ما شوف التعلق بيها إنه ده طبعا يا إخوانا تاريخ الإجابة بيان أنها امتداد تاريخي له ولأجداده نعم كمل على مر العصول بيان أن الجميع يأكل من ثمارها منذ القرم لا أما يقول كده بلا امتداد تاريخي بيان أنها مزروعة منذ القدم وأن جذورها ضاربة في أعماق التاريخ بيان أن الشعب برم بولدي حتى يتردد صوته لا أما يقول لي ويأتيني صوت أبي ولدنا فوجدناها وسألنا الآباء إبا الامتداد تاريخي له والأجداده وصف الكاتب للمدية بالمتوحش له لأدي مدية متوحشة فالفقرة الثالثة عشان متأثر بالريف الإجابة تأثر الكاتب بالنشأ الريفية اللي اتضحها الجميزة كانت حياة جميلة حياة حلوة فلما عمل مقارنة وصف بأنها كما قلنا بيئة متوحشة هل كثرة الزحام في المدينة وحياتها الصاخمة مهما كان الزحام في المدينة ما قلش متوحشة هو بس الفكرة عمل مقارنة السبب في هذا هو متأثر بالنشأ الريفية الجميلة نقمة الكاتب على حيات الريف ولم ينقم على حيات الريف دي إجابة مستبعدة كره الشديد للمدينة ونفر لا هو مكريش المدينة قال لك عشت فيها تزاوكت فيها انجبت فيها هي القصة كله انه وصفها في الفكرة الثالثة كما ترى هذه ثلاثة بأنها متوحشة فقط القصة عقد مقارنة ما بين أيام الريف الجميلة وتعلق بالجميزة وما كان فيها وبين المدينة الصاخبة فقال متوحشة فهذا الوصف نابع من هذه المقارنة السؤال استخرج من النص استعارة مكنية رأيت الشمس توحي بشدة الضوء استيقظت أحنا طبعا رأيت الشمس لا تستعارة الأخ اللي اخترها زعلا جدا منه ما هي الشمس بترى شئمة دي هذا تعبير حقيقي أنا شفت الأمر رأيت الشمس فزيت لي شبه الشمس بشئمة ديوري لا كلام طبعا بيحتاج إلى مراجعة إنما الصح استيقظت أحزان أهدي استعارة مكنية صور الأحزان بأشخاص تستيقظ الغرض من الاستفهام ألم يبقى منها شيء ما في الشيء خالص خالص حزن حزن جدا مش تقرير ده حزين في أسى يعقول ألو أطعها خالص مش حتى ولو غز ولو سابه غصن الوحده كده فطبعا ده استفهام يدل على التحسر ولهذا أرجو من أبنائي خلي بال وده تمه الاستنكر والاستبعاد ما بيستبعادش يا فنة إمتى يجي لو قلت هل يدخلوا الكافر الجنة إذا لم يؤمن استبعاد لكن والألم يبقى منها شيء جو نفسي حزين ففعل لا بتدل على الحزن والأسى الرائل بيكلم عن شجرة على اللغب وبالمناسبة ده مش غلط ولا ينسى مبالغ كلنا بنرتبط بذكرات وبأماكن معينة لو هذه الأماكن أمسها الضر أنت بتزعل حدد من مالي المقولة اللي بتدل على أن الجميزة كانت دافئة ذات نفع مديل فقراء إجابة دال فتجد بطونهم الخاوية شيئا تهضمه لم يكن في البيوت يسكنها العوز ما كانتش بفقر تعددت مستوية اللغة في القصة هات من نص ما يتبقى صحة المقولة هنا هل تعددت أم لا هنا هل تعددت مستوية اللغة طبعا كان السؤال بس يقبلنا عندنا هات من النص ما يثبت صحة المقولة أو يفندها هو بل لك والله تعددت هات انت مقوله صحة أو لا الاجابة وحد الكاتب اللغة اللي استعدمها في القصة فجأت فصحة جميلة يعني زي وأزني تنساكف فيها سقسقت العصافير الراجل ما استعدمش اللغة العمية لا اللغة الفصحة نكمل نكمل تعددت مستويات اللغة طبعا دا من ضربين عليهم الفصحة فتحط في ناظرية عصفورتهم مهيضة الجنح مقصودة الجنح دلوها فصحة وبين العمية يركز بإيه بالعمية حفرتهم ردموها على عجل تم يحفره مش لغة عمية الراد منها مش لغة عمية الرادم لغة عادية رادموها على عجل أين هون اللغة العمية اللغة العمية فاكن لما ملتنك أنا أسف الله بعتذر يعني لما خدنا النص ولما كان بيتكلم قالوا اخصى عليك الله يقرفك ما في القصة عندنا كده قلم أبا نوس موجودة واخدناه وانا خد مقوله اخصى عليك دا لغة عمية الله يقرفك لغة عمية طيب وحد الكاتب لغته واعتمد على اللغة العمية دون الاعتماد على اللغة الفصحة ودي لم يكن في البيوت التي يسكنها العوز لغة فصحة العوز مش كلمة عمية لا هو التزم اللغة الفصيحة الجميل ولم يأتي بكلمات عمية تعددت مستوات اللغة بين الفصحة الجزلة الصعبة جدا لكنها سقطت منها فوق رأسي اللغة الجزلة الصعبة جدا جدا العوز المعجم بقى كلمة سقطت في أراس كلمة صعبة لا طبعا والفصحة القريبة من العمية تقتحمني كلما استعدت أيام القديمة في قريتي لا هنا اعتمد على اللغة الفصيحة ولم يعتمد على اللغة العمية مطلقة بل اتزم كما قلنا عندنا النمط الوحيد ألا وهو عندنا اللغة الفصيحة السهلة الجميلة بعد 38 حين أبلغني باكيا بأنهم قطعوا الجميزة وبنوا مكانها بيتا عاليا من حجر وأسمنت استيقظت أحزاني ووجدت نفسي أتضع زيال جدا جدا لما أطعوا الجميزة طبعا تضاءلت الأحزان وعاد طفل اللي كان واقف كما قلنا فيه وافتكر بقى أيام طفولته إبراهيم أصلا دي مقارنة بينه بين الكنيسة نورد أنا أحذر أبناي المقارنة موجودة ما بين أي قصة والكنيسة أو أي مقال ونص التكافل للجميع في الإسلام يخلي بدنا يا دا كترة يقول إبراهيم أصلا وتظل عيوننا معلقة بذلك المبنى كنيسة العذراء اللي فكر النص لما كانت في الجيزة عفوا في الزمالك قال بذلك المبنى شبه المختفي فجأة تضاء هكذا نوافذه النحيلة المتباعدة عبر الفروع والأغصى بنهل الكنيسة نورد وازم بين العبارتين السابقتين من حيث دلالة الألفاظ الدلالة ألفاظ الكاتب بتاعنا كاتب قصة الجميزة باكيا قطعوا أظهرت مشاعر الحزن والحنين ماشي بينما ألفاظ أصلا معلقة المختفي أظهرت الحصر والألم لا 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 دا أظهرت الفرح هما لا شافوا لما شافوا الكنيسة النورت أعلى يغنوا هي الكنيسة نورت به امتزجت لدى الكاتب مشاعر الحزن والحنين للطفولة وإذار في كلمة باكيا أحزان أتضاء بينما عبرت ألفاظ أصلا على حالة الترقب الكنيسة هكذا المتبوعة بالفرحة وزهر في كلمة معلقة النهال للهي فدي فعلا اللي كان أصلا بيقول احنا كنا عيال بنوفع الشاط مترقبين منتظرين الكنيسة تنور ولما تنور بنفرح ونقول هي الكاليسة نورت فالإجابة عندي دي الصحة بعده فطبعا دي الإجابة الصواب تختلف القصة القصيرة عن الرواية في البناء الفني حدد من خلال فهمك اللي مذاك القصة قصيرة حدد من خلال فهمك المقولة السابقة فهمك هي المقولة السابقة أحد السمات التي تميزت بها القصة عن الرواية المقارنة تعدد مستوات اللغة دي ما تقلش في الرواية فيبرد ألف القصة السوال دا اعتماد القصة على شخصيات محدود دا الوجه الاختلاف لأن القصة غير الرواية الرواية شخصيات عديدة كمل كمل يتميز السابق في القصة بالإسهاب لا يا دكتور بالإيجاز الشديد تدور أحداث القصة في أماكن كثيرة لا يفن في أماكن محدودة يبقى الصح اعتماد القصة على شخصيات محدودة وأحداث قليلة يقول أحد النقاط مقولة ضخمة السؤال بسيط جدا يعني عن الرواية الرواية هي الجنس الأدبي الأقدر على التقاط الأنغام المتباعدة المتنافرة المركبة المتغيررة الخواص السؤال من الآخر العوزي في ضوء المقولة السابقة امتازت لغة الرواية بطابع فن هو من قبيل ما يتخاطب به الناس أنا لهم بذلك الرواية الرواية اللي خمس عناصر اللي فاكر الأحداث من قبيل ما يجرع الأرض الواقع الشخصيات من طينة الذين يعيشون بيننا كذلك عندنا يا أخوان أن المكان بقى محدود الزمان محدود أما اللغة من قبيل ما يتخاطب به الناس نخلي بالنا قدي بتاخده النصوات حبيبي اللي هما بيوجهوا عتاب بطول الكهات ده النص المتحرر شوف على ما نصيت أراوية فهم مشوار مش من دماغنا مش من عندنا والله ده اسمه نمط النظام الجديد على ما تقرأ وتفهم الأسئلة وتستوعبها هتعوز وقت كبير صدقني المسألة عوزة مجهود ماشي يا ريس نصل الآن إلى القراءة المتحررة حبيبي عارفين احنا عندنا موضوعين قراءة قطعين يعني قطع معلوماتية وقطع أدبية حضراتكم دايما بنأكد القراءة بتحتاج إلى وقت في قراءة القطعة وفهم الأفكار واستنتاج الإجابة من بين السطور اقرأ ثم أجب ده بيتكلم عن اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية وده كان يبقى وبيكون يعني كل سنة 18 ديسمبر 18-12 لأنه ده اليوم اللي الجامعية العامة للأمم المتحدة اعتبرت اللغة العربية لغة رسمية يتكلم بها جو أروقة الأمم المتحدة إلى جانب اللغة الروسية إلى خ إلى جانب اللغة الإنجليزية والفرنسية إلى خ يعني وبدأ يكلم عن مقدمة هذا المشروع أن اليونسكو بدأت تتكلم في الأول باللغة العربية في المؤتمرات الخفيفة ثم خلاص تم إقرارها اللغة رسمية هيكلم بعدك الفكرة التالية عن اللغة العربية وأهميتها اللغة العربية والإمكانات المحدودة عفوا والإمكانات اللامحدودة لاحظوا هذه غريبة تزايد المتكلمين باللغة العربية يعني منتشرة جدا جدا ثم دور اللغة العربية في خدمة الثقافة الإنسانية اعرى يتم الاحتفال باللغة العربية يوم 18 ديسمبر ليعلل لأنه ده اليوم لكون بيعلل لكون تعليل اليوم الذي أصدرت فيه الجامعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للعمل في الأمم المتحدة إلى جانب الإنجليزية والصينية والإسبانية إلخ يبقى إذا ده يوم عالمي عشان ده اليوم من الجامعية الجامعية العامة للأمم المتحدة أقرت اللغة العربية وذلك بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والسعودية في عام 1960 كانت منظمة اليونسك قد اتخذ القرار يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية يعني في الأول يعني التي تنظم في البلدان الناطقة بالعربية وبترجمة الوثاق والمنشورات الأساسية العربية يعني عدد المتحدثين واحدة أكثر اللغات انتشار خلي بالك بقى حيث يتحدث بها طبعا دي حصية قديمة أكتر من كده 425 مليون يتوقع في 2050 تبقى 647 ده بيأكد مليون ان اللغة العرب بتنتشر بصورة رهيبة يعني كنا كنا تزيد هذا الرقم 200 مليون زيادة لا ده معنا اللغة العربية تنتشر بصورة غير عادية ويتوزع متحدثها في الوطن العربي بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة وهي من بين اللغات السبع الاكثر استخداما على الانترنت والاكثر انتشارا متفوقة على الفرنسية والروسية فعلا اللغة العربية متفوقة خيدا فكنا تنتشر بهذه الصورة يدل على انتشار اللغة وتمكن اللغة من جهات عديد يعني اللغة بيتكلم بها كتير طب هنا اسأل ايه أهمية اللغة العربية للمسلمين أولا اللغة القرآن ولا تتم الصلاة في الإسلام إلا بإتقام بعض الكلمات لو حد إنجليزي هند لازم يقول القرآن فلأساس عندنا الإسلام لغة القرآن لا تتم الصلاة إلا بها القرآن لا يترجم يعني منفع شعر القرآن مترجم قالوا عندنا والعربية لغة شعائرها رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي كما كتبت بها الكثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية واليهودية بما تتميز اللغة تتميز بقدرتي على التعريب واحتواء الألفوذ من اللغات الأخرى بشروط دقيقة يعني اللغة العربية بتقدر تتفاعل مع اللغات الأخرى أيوة يعني التلفزيون أسميه التلفاز مثلا أو غيره أقدر اللغة عندها قدرة تستجيب مرنة لكل اللغات العالمية بما تتميز عشان ده أجيب على سؤال اتفاعل قدرتها على التعريب أقدر عرب أي حق وتحتوي الألفاظ الأخرى من اللغات الأخرى للغة العربية فيها خاصية الترادف من ذا اللغات التانية يعني الكلمة اللي أغتر بمعنى محمد سعيد فرحان الطباق والجناس وديش مغرف اللغات الأخرى امتد تأثير العربية في الكثير من اللغات الأخرى بسبب قداسة اللغة بنسبة المسلمين طبعا بحكم الإسلام منتشر لازم تنتشر مع اللغة العربية إضافة إلى عوامل الجوار الجغرافي والتجارة ومن أبرز اللغات التي لا تزال تستخدم الأبجادية العربية اللغة الفارسية الحد النهاية كما دخل بعض الكلمات العربية في اللغة أوروبية مثل اللغة الألمانية الإنجليزية الإسبانية والبرتغالية والفرنسية وذلك عن طري الأندلس زمان لما كانت الأندلس هي الدولة العظيمة أوروبا في عصر الظلمات والتبادل الفكر والثقافي وما حدث أسناء الحروب الصالبية ده ممكن يسألك هوليه اللغة انتشرت هناك كده في كل هذه اللغة بسبب التجاور الجراء في ايام الاندرس والحروب الصالبية احتكتكم بنا احنا قالت ايرينا بوكوفا المديرة العامة للمنظمة الدولية للتربية والتعليم والثقافة اللي هي اليونسكو عنه قالت ان الاحتفال باليوم العالمي لللغة العربية يعد اعتراب بالمساهمة الكبيرة لللغة العربية في تعازيد الثقافة العالمية يعني هذه السيدة الفاضلة اللي هي طبعا يعني ترأس اكبر منظمة ثقافية في العالم اللي ينسكو قالت لما احنا نعترب بالعربي احنا بنعزل الثقافة العالمية اصلا الاسلام دين له لغة اذا انظر اللغة العربية تعزيد الثقافة العالمية وان هذا اليوم يؤكد تجديد تمسك العالم بالتعدل اللغوي مش تعصم الذي يعد جزء من التنوع الثقافي يعني احنا نعترف ان اللغة العربية اللغة السياه هذا تمسك بالتنوع اللغوي مش تعصم ويعكس ثراء الوجود الإنسان ويتيح الانتفاع بموارد غير محدودة للتحاور والتعلم والعيش في سلام وأوضحت أن اللغة العربية تكتنز ثقافة الإسلامية وتحمل أصوات الشعراء والفلاسفة والعلماء الذين سخروا عمق هذه اللغة وجمالياتها لخدمة الإنسانية. جبا اللغة العربية لها دور كبر جدا في خدمة الإنسانية ومن هذا المنطلق فإن اليونسكو تدعم المجلس الدولي للغة العربية الذي يطلع بدور أساسي في تحقيق الترابط فيما بين ثقافات العربية والثقافات الأخرى يبدأ من بها الدور بتعامين المجلس الدولي للغة يقوم بهذا. السؤال حدد مما يلي سبب اختيار يوم 18 ديسمبر يوم للاحتفال باللغة العربية إيه بقى الشعب يا فندم هل لإن اليوم اللي اتخذت فيه اليونسكو لأ. إحنا إيه وعدت اختار اليونسكو إن اقتام منظمة اليونسكو هذه هي اللي قدمت كتعة الدي لكن الصح يا فندم ده اليوم اللي الجمعية العامة خلاص أقر فيه مش منظمة اليسكو ولا المملكة المغربية ولا السعودية لا هذا الكلام قلنا بات. اليوم 12 ده أقرت الجمعية العامة خلاص دي اللغة العربية لغة أساسية المغزى الضمني الذي أراده الكاتب من قولي وتتوقع الإحصاءات أن يتحدث بها عام 2050 ستمائة سبربين طبعا تشاهد له بسرعة أنا بكي عشان فيه أسئلة كتريت في الحيطة دايب الزاد اليوم ده لما الأمم المتحدة مش هذه المنظمة عشان فيه أسئلة كتير لما تكون هذه في 2050 ستمائة سبعة واربعين وحبي كلمة العربية مليون فطبعا على ما يدل هل يدل على بيان كثرة مرادفات اللغة أم بيان سرعة انتشار اللغة وتفوقها على بعض اللغات طبعا ده بيدل على سرعة انتشار لنما توصل ل200 مليون زيادة في عدد محلوم السنوات بدا بيدل على سرعة انتشار اللغة العربية على بعض اللغات كالفرنسية والروسية استنتج علاقة لكونه اليوم اي لانه اليوم تتعليل يا رجال بمعنى لان فطبعا تعليل وبيان سبب استنتج سر تميز اللغة العربية عن غيرها ليه اللغة متميزة الاجابة انها سهلة القواعد يسيرة الحروف ما خارجها واضحة غالبية اللغات كده نما الصح ان لها قدرة على تعريب واحتواء الالفاظ من اللغات الاخرى وفيها خواص عديدة زي التراضف والأضضة ده اللي ما يزهر الجالة الى ما يهدف الكاتف في الفقرة الخامسة هو هدفه الى ابو الصحر الخامسة الاول الخامسة بيتكلم ان اللغة العربية امتدت في الكثير من اللغات الاخرى اه فامتدت الى اللغة الفارسية والكردية والاردية والالمانية والانجليزية ده بيكلم عن اللغة دخل في اللغات اخرى كما قلنا ايام الحروب الصالبية لاحتكاج بيننا وبينه وايام الاندلس طيب يلا خمسة بتدل علي بيسيدهات للسؤال كده الى ما يهدف في الفقرة الخامسة بيان تغلغل اللغة العربية في كثير من اللغات العالم نعم كمل بيان عظمة اللغة العربية وقوة معنها لا دا الحتة دي كان بيكلم عن اندماج اللغة مع غيرها وانها تغلغلت في كل اللغات لفت انظار العالم الى ضرورة الاهتمام بالعرب لا بان التوسع الجغراف في اللغة لا انما هو تغلغل اللغة في لغات اخرى ما هو الدور العالمي للغات تساهم في نشر طراث العرب لا تساهم في تعزيز الثقافة العالمية نعم دا لو انت واخد بالك اخر قطع نخلي بالنا من القراءة يا اخواننا الله يعزكم دا الدور بتاع دور اللغة العربية يا اخواننا الدور بتاع خدمة الانسانية كما قلنا يا اخواننا ارى كده دا كلام هذه السيدة قالت ان الاحتفال باليوم العالمي للغة يعد اعترافا بالمساهمة الكبيرة للغة في تعزيز الثقافة العالمية يبقى لما ترى السؤال يفنم هكذا ايه الضل العالمي تعزيز الثقافة الانسانية ما قالته ايرينا بوكوفا هو طبعا انصاف بلا شك للغة العربية القطعة التالية كما قلنا هي سيرة ذاتية عشان يعمل مقارنة بينه من الايام شبه رهيب بين ما قاله الاستاذ احمد امين وبين طاحسي لو انت الذاكرة عند قوية لما قلنا الفصل التاسع الا وهو سهام القدر لما كان الشاب اللي رشح لكلية الطب اصيب بوباء الكوليرة وازاي طبعا البيت اصابه ما اصابه من الغم ولم احمد امين برضو كده نفسي حتى بالضبط اقوله اخ بس اصيب بالحمة التيفورية همور بسرعة قال اما انا وبيتي فقد كان بيتي هادئا مطمئنا سعيدا بس السعادة كان السلبية مش ايجابية فيها فرح ومرح لا احترام زينا الحد واعني بالسعادة السلبية السعادة الخالية من الالام السعادة الايجابية فيها مرح وضحك وفرح فقد كان بيتنا خاليا من الفرح والمرح تقريبا لإفراط ابي في جده وحبه للعزلة وعكوفه على القراءة بس كده يبقى انا فيمك من اول حاجة السعادة السلبية عندهم انضباط مفيش تهريك مفيش شيء زرعيب السبب في كده ان الاب كان جدي جدا جدا وكان بيحب العزلة ويحب القراءة يبقى كان عنده سعادة سلبية اه في هدوء في احترام بس مش فيه ضحك وجاري وكلام منت كان اخي الاصغر شابا مريحا ذكيا مملوءا بالحياة كثيرا ما يثور على تقاليد البيت شاب المتمرد يعني الشاب ايه لهم يمكبر دماغ فهو يتأخر عن موعد العودة وهو يذاكر ويلعب ويجد ويهزل خاربها يعني وكان ذلك يغيظ ابي او يغيظ ابي فيكثر بينهما الجدال والخصام ويزداد ذلك فيصل لحد الضرب علمه ابي كمعلم بانكشي جدا يعني وكان اخي في السادسة عشرة من عمري وقضى السنة الاولى في المدرسة بنجاح وتفوق في ارياضة فنالي الجايزة وجاء الصيف وجات الاجازة ودعاني صديقي بش بين الكوم احمد امير رحشي بين الكوم قعد كم يمكن عن صاحبه ورجع بس لما رجع لقى مفاجأة مصيبة وجدت البيت واجما ووجدت اخي هذا قد بصت له في راش وسط الورفة هو لا يكاد يعي من ارتفاع الحرارة عنده حمى تيفورية ومن حين الاخر يتألم ويتأوى وكل من في البيت خائف مرتعب ذهبت من ثوري الى الطبيب يا دكتور تعالى واستدعيته فحضر وفحص وفحصه طويل ثم هز رأسه ولازلت معه استفسد ايه الاخبار قال له عنده حمى تيفورية والحالة خطرية جدا ولا يمكن علاجه في البيت الا اذا نقل المستشفى رجعت الى امي وابي في خوف وقلق اشيروا عليهم يا با ياما نروح المستشفى طبعا كان زمان عندهم عقيدة اللي روح المستشفى يموت او فالمستشفى كلمة مرعبة زمان مقرون اسمها في ذهنهما وفي ذهن الشعب بالموت وحاولت طويلا ان افهمهما المستشفى ومزايا وشدة العناية واشتد من القلق طبعا محدش اهتم به واشتد من القلق وانقبضت نفسي انقباضا لم يغني الطبيب ولم يغني الودمات واخيرا وبعد كاربين شريد لفض نفسه الاخير وقامت قيامة البيت امتلأ عويل وصراخ امي طبعا بتلتم وشها حتى تسقط مغشيا علي ابوي بيحترق قلبه في الباطن بس كان متجلد صلب قوي الشخصية لكن طبعا يتجلد في الزهر وبدأ اعد العدة للدفنة وبدأ يسير في جنسته الامام وابو ده فنبقيده لك حيث اعد ابي مدفنة ويرفض ان يقيم مأتما وان يقابل احد ابوي قوي كان حازم كان كل خميس تجتمع النساء للعويل والصراخ وتدعى المعدلة ست المعدلة ست بثلطة عيج تصوت كنت تقول كلام يحزن يعني والنسوان يرد وراء كان جاهل يعني هتلاحظ المقارنة بين ابو طرح سين ومحمد امين الجلد والتحمل يعني المهم يعني يقول وتدعى المعدلة تغني غناء حازم بكلام يثير الشيجون ويقطع القلوب فلما فرض الخمسان في حسمه الخميس خميس فرف موجودة خميس الميت الخميس الاول تايا الخميس الكبير اسمه الخمسان ايبا التزمت امي ان تذهب كل خميس الى بيت ميت امه احمد امين التعويط الحزن اي حد عنده خميس ميت تروح تعدد وتعايا تصوت معهم كده تعرف اهله او لا تعرفهم فكانت المقاتم سواه وكانت الحازانة اصدقاء فالرب اي حد عنده حزن نعزها كل خميس ونعيت عنده وتنفرد الام بنفسها فتعدد بقى المعدلة وكل شيء يلهمها البكاء اما ابي بايزن الام دي التزمت اللي هو الخمسان وتروح عند الستات الحزانة دول اما ابو طاعس لا فابو احمد امين فقد صبر على حزن حتى ابا الا ان يغسله بيده ويدفنه بيده وكان سلواء ان يكفر من تلوته القرآن يعني انسان ناضج محترم جدا ابنه مات غسله بيده وكفنه بيده ودفنه بيده وكان يعدي الى القرآن ليه وكان عنده صبر وثبات غيره انما الام امرأة عاطفية واستولى الحزن علي اسابيع بل اشهر زيلت جدا شهور طويلة فاذا نسيت الحزن بعض الوقت في مدرستي ذكرته في بيتي من منظر امي يبقى الحزن فضل معه مستمر اذا رحل مدرسة ينسى لكن في البيت الام حزنة يجي البيت يشوف كائبة ام ويبتكر من يا اخواننا عندنا اخو اللي مات ولا تسأل عن موقف دقيق وقفته وحرته في هذا التصرف في بقى موقف ايه بيفتكه الاصعب موقف علي من ربيه فقد اتى موعد صرف مكافأة المسابقات في المدرسة الوادي المادة كان عنده مكافأة مادية رياضية وفاس في لعبة رياضية فالمكافأة مادية تمني استلمها يعمى الوادي ابوه وكان اخي هذا الذي مات يستحق مكافأة الرياضة وهي لا تصرف الا بامضاء مستحقها يعني المكافأة المادية دي يعمى الشخص اللاعب نفسه بس ده مات الولد او ابوه فاذا لم يقوم فامضاء ابي وانا واثق ان ابي اذا اخبرته فانما هكذا اشعل في قلبه نار جديدة يعني الوقتي في مكافأة مادية احمد امين عايز يصرفه لو قال ليابا اخد مضي مكاربنك الاب يزعل جدا جدا فاحمد امين زكي يطره يا مريبا ووعيده عليه يوم مقتمي منجا يعني لا بول انا لو فكرته باخوه اللي مات ويدخد يابا اصرف مكانه المكافأة واخدها يابا ابو يزعل جدا ففضلت ان اترك المكافأة وان لا اخبر به ابي ومضت سنة وبضعة اشهر والحزن يتحول من نار مشتعلة الى نار هارية قد عليها بعض الرمان واحدة واحدة ونسيون يبقى طبعا المكافأة المادية رفض يكلم ابوه عشان ما فكرش باخو الاسئلة استنتج سبب خلو بيت الكاتب من السعادة الايجابية طبعا يا اخواننا عندنا انضباط الولد الاجابة طبعا افراط ابو في الجد وحبه العزلة كان السبب مش ابي مريح وظلهم لا ده ابي جاد وحازم يبقى السعادة الايجابية غير السلبية السلبية انضباط وهدو انما الايجابية له مرح واللي منعها من ده ابو كان جاد جدا حدد عليك القوة فنال هكذا جائزة نتيجة فنال هكذا بين لما ترى انه طبعا اللعب غيره فنال الجائزة نتيجة استنتج من خلال ما قرأت الاسلوب الذي اتبعه والد الكاتب في التربية ابو احمد من اسلوبه كان ايه هل غلظة وقصفة لا ما كانش كده ما قالش كان فيه الغلظة والقصفة والرحمة ولا الاهمال لا ده كان بيتابع او للكناس جدا ولا التفريقة لكن كان حنان يغلب عليه شدة الحرص على التهزيم اما ترى الاب ده كان القصة كان اب حنون ايوه بس كان فيه شيء من الحرص على الولاد في اي اب كده قلبه كل حب لولاده بس بيستموم بيسبش الحبل على القارب ابا كان حنان ولكن هذا الحنان كان بيغلب عليه الحرص على التهزيم على ما يدل قوله فالمستشفى كلمة مرعبة مقرون اسمها في ذهنهما وفي ذهن الشعب الموت ده بتدل على مدى كره الناس للمستشفيات والنفور منها طبعا مش بيان اهمية دور المستشفيات وقلة المستشفيات ولا كثرتها هات من موضوع ما يدل على استمرار تواصل الحزن على الكاتب بعد وفاة اخوه اللي خل الحزن عنده متواصل ومضت سنة وبضعة اشهر والحزن يتحول من نار مشتعلة الى نار هدية لا ده عند الحزن مستمر فاذا نسيت الحزن بعض الوقت في المدرسة ذكرته او ذكرته في بيتي بالمنظر امي يبقى امتى استمر وتواصل لما كان بيرجع الحزن في ان امه اما كلمة وكانت سلواه ان يكثر من ثلاثة قرى ده معنى هالنسيان هو لك اديه دليل ان الحزن استمر مع الكاتب طبي الجملة لكده لما كان بيرجع المدرسة يبصرهم ويفتكر الحزن اهو فاذا نسيت الحزن بعض الوقت في مدرستي ذكرته في بيتي بالمنظر امي المغزى الضم من قوله وانا اثق اني اذا اخبرت ابي فانما اشعر في قلبه نارا جديدا بقول انا لو قلت لابويا خد امدو خد المكفى طبعا الاشارة المد علامة تشير هذا بالدول على حرص الكاتب على مشاعرهم بين جدا الاشارة الى مدى حرص الكاتب على مشاعر ابي الحزن طيب هل بيان مدى حزن الكاتب على اطفة لا هو حرص على مشاعر ابو طاع حسين بيكلم عن اخوه باقي اللي اصيب بالكوليرا وكلام من ده ماشي وطبعا ابو كان انسان جلده صبوره كان مستعد لاحتمال النازلة لما تعمل مقارنة بين الموازنة بين ابو طاع حسين وابو احمد امين هتلاقي ان الاثنين دول كان عندهم صبر طبعا المصيبة كان اكبر من ان يتحملها الوالدان لا الاثنين يتحملوا والد احمد امين كان اكثر صبرا لموته بين موالد طاع حسين هلأ لا كلا الوالدين كان اكثر جلدا وتحملا وصبرا اجابة سليم الاثنين ابو طاع حسين كان صبور وجل لو انت فاقي القصة كان قاعد قدام باب الاوضة بتاعت ابنه ان قلبه مفطور ومشقوق على ولدي لفاقي الكلام وكان مستعدا لاحتمال النازل برضو كده ابو احمد امين دفن الابن وكفنه وغسله ودفنه وكان بيستعب بالقرآن لو القرآن يبقى الاثنين كان هدهم صبر التعبير خمسة وخمسين عندي اخوانا هنملأ الفراغ باداة الرابط المناسبة قال كم احسنت التعامل مع طلابي الجاد منهما الهازي يعني كثير جدا جدا ما عملت الارض معاملة كويسة عملت الجاد والهازي الزكي والغبي والمهتم والمتهان وكم عانيت من ذلك التبير بينهم نقاط لم اغير علاقتي تجاههم قالك هنا اول بقبل انني لم و لا رغم ذلك رغم ذلك بص الكلمة اما تاقرى المعنى المناسب رغم ذلك قال انا احسنت التعاون مع كل طلاب عملت الجاد والهازي الزكي والغبي وكم عانيت من هذا رغم كده لم اغير مين هكذا يقبلنا على اختيب الطلاب حبل الكذب قصير ماذا يقصد بهذا المسأل حبل الكذب قصير هل يقصد الكذب طعبه مر لا الكذب صغير كذب الكذب الصغير كذب ابيض لا اقول لك حبل الكذب قصير الكذب مؤامرة خبيسة ام مهما طال الزمن فسوف ينكشف الكذب ده المطلوب حبل مهما تكذب ويمتد هينكشف الكذب معنى كلمة حبل الكذب قصير يقصد مهما طال الزمن فلابد ان ينكشف مهما تذبت هكذا طيب السؤال الرضا والقناع وعدم اعظم سميل ختام المناسب بنجيبه طبقا للايه الفقرة الرضا والقناع وعدم التطلع الى ما في يد الغير من سمات المؤمن واذا وصل الانسان الى هذه الدرجة تحققت لديه الساعدة الحقيقية اقول له فنعمى سلوك الامنة تبقي كلمة القناعة فبئس السلوك التراخي ام فاقنع الاجابة فاقنع عشان دا بيتكلم عن القناعة ورضا بها هنا زي متعودة رأي ودليل ام مقدمة ونتيجة ام زعم وتفنين شوف كنه وبتكلم عنهم بل تنقسم القصبة الهوائية الى شعبتين يمنى ويسرى وكل منها بتنقسم شعبة صغيرة الى شعب صغيرة والجهاز التنفسي العلوي والسفلي عرضة للتهاب نتيجة عدة عوامل ويكون الجهاز التنفسي اكثر عرضة للتهاب في فصل الشتاء ومن هذه الامراض والالتهابات اللي بصيب الجهاز التهاب الشعب حيث يبدأ المريض يشعر بارهاق والام في الاطراف ما يحسس بالضيق لذلك ده المقدمة ده النتيجة ده حقيقة ما اتكلمه او ادي الشتاء وامراض وكلام لذلك بقى ترتب على كده يا اخوانا يقول بقى لذلك ترتفع درجة حرارة المرض توصل 38 وتزداد سرعة التنفس مع سعال يكون في اول امر غير مصحوب ببلغة ثم بعد عدة ساعة تزداد كمية البلغة وتستمر الحرارة تتربع ايام وفي بعض الاحيان قد تطول مدد السعال يبدأ المقدمة ودي النتيجة مش رأي ودلي ولا زعم وتفنيت ولا مشكلة بحل لكن هذي مقدمة الشتاء وامراض والشعب ودي كما قلنا النتيجة طبعا بيصاب بهذه الامراض اللي هو طبعا ارتفاع درجة الحرارة والكوحة والسعال وغير هذا عشان بس توفر وقتك هو عايز برضو بيكلم عن ظاهرة الغش التجالي فهيرتبها ازاي بقى قال لك رتبها لترتيب دقيق موضوع عنوانه الغش التجالي انك انت تقول الظاهرة ايه اسبابها ايه النتائج ايه العلاج ايه قلت لك اوصل للطرفين وريح نفسك هكذا طب يا ترى بالراحة كده خارت انا عايز الظاهرة بس اهم شيء هتل الظاهرة عشان بس توفر وقت الظاهرة في رقم ثلاثة عشان البعض اخطأ وجاب رقم اتنين جاب رقم واحد اصبح الغش التجال لا هو عرف هنا في رقم ثلاثة الغش هيا بص يا فن اقرب بس هذا ما نسميه الغش التجاري ده التعريف اقرب المنتج الذي يقدمه هكذا المصدر او الشركة او الباقي المستلك بتغييره او العبث فيه بصورة ما كفض قيمته المادية والمعنى فيه سعب بنضرب المنتج اي تاكب بنحطه والقيمة المادية رخيصة مش ده المنتج الاصلي ما الحاجة الاساسية يعني المركات او البرندات كمان معروف سعر غالي جدا جدا ما الجيش تولي بقى مثلا تقليد هيكوبه كلام من ده لا فده غش انك انت بقى تغير بقى قيمته المادية اقل والمعنوي او انقاص اولى التصنيع بحيث يحصل المستلك على منتج مخالف او بص كيف قالك هذا ما يسمى بالغش التجاري فده تعريف الظاهرة هنا ده الغش التجاري انك انت بتقدم منتج مش مصبوط طيب نحلها ازاي الحل اللي في رقم مش دي رقم التلاتة رقم اتنين بقى اللي عند التوصيات من بين ما تم التوصيب تفعيل دور جمعيات حماية المستلك لتسهم في تقزيم هذا الامر ويعطاها التقاضي اللي يبعن المستهلك فهتلاحظ البداية تلاتة نهاية اتنين اللي رقم عندنا يقبلنا بقى طيب برضو بنسمي حدد التركيب الادق مكسابة فيها بعض الدناء خير من سويا الناس يعني مكساب في شئم الدناء ممكن لسان يتنازل عن بعض كرمته احسن ببشحات مكساب انا باشتغل ممكن يعني يبقى المدير قاسف انا بطاط شوية او بسمي يعني بخضع شوية فده بنسمي مكسابة فيها بعض شئم الدناء مش كله يعني افضل مسأل الناس طيب حدد المقولة المناسبة يبقى انا فهم بلك اي مكساب في شئم الدناء مش اي افضل ما تكون شحات حدد من مالي التركيب الادقي في اداء معنى المقولة دي المكاسب افضل من الخسائر لا ليه فان انت بتكلم عن مكساب بس لهو بيقولك دلوقتي ان مكساب في شيء من التنازلات مش اي مكساب حقير دنيء افضل من طرح الاسئلة يا بش هو مالش حقير دنيء قال فيه بعض وين كلمة طرح الاسئلة لا ده مخصوص بالنسأل الناس اشحت ممكن طرح السؤال سين سؤال فطرح الاسئلة تعطي معنى التسول بص الكلمة المكسب حقير دنيء هو مالش حقير دنيء قال فيه بعض التنازلات ومش طرح الاسئلة ده فيه الشحات المكاسب العملية افضل من جداء ناس لا انا عايز المعنى المكسب اللي فيه شئم التنازل افضل من سؤال الناس العمل باليد ولو فيه بعض الدناء اوضل من الشحات هكذا كان دا عندنا يا اخواننا الاجابة الصحة حبيب قلبي اردنا بهذه الاسئلة ان احنا نجاوب او بحل النموذج نجاوب على بعض الاسئلة بحيس بحنا يسرنا كتير جدا جدا على اولادنا بدل بقى ما تسأل ويكون فيه ضغط على الجروب بتاع الاسئلة او تسأل تجد التليفون مجهول او حبيبي من كل قلبي ادعو الله عز وجل في هذه الايام المباركة ان ربنا يفرقكم جميعا وربنا يرزقكم جميعا نعمة الطمأنينة ونعمة البركة في الوقت والفهم والصحة والعافية ويا ربكم هذه السنة ان شاء الله هي احسن سنة تمر بها واتحقق كل ما تتمنى وما ترجو باذن الله الى ان نلتقي استعدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته